أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بدوام الصحة والسلامة والأمن والإيمان وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء من جملة ما نسأل به ربنا تبارك وتعالى نسأله ونسأله بنور وجهه هذه القطع العاشر والسؤال العاشر بعده يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين كما لاحظتم أن نور وجه الله تبارك وتعالى له مظاهر له مظاهر في عالم الخلق الأول وله مظاهر في هذه الدنيا كما قال مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لأبي خالد الكابلي النور يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد اللهم صلواته إلى يوم القيامة هم نور الله في الأرض وإنت يوم الجمعة لما تزور الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف تقول السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون نور الله الذي يهتدي به المهتدون إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه فمظاهر نور وجه الله عز وجل هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القرآن الكريم القرآن الكريم يبين بعض هذه الأمور يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم الكتاب المبين عرفناه القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الكتاب المبين القرآن النور منه النبي محمد صلى الله عليه وآله فالله عز وجل في قرآنه يقول قد جاءكم نور النور هو النبي صلى الله عليه وآله وقد يجعل الله تبارك وتعالى للمؤمنين نور هداية نور هداية وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نحن من لاحظ النور بوجه النور المادي نلحظ في سمته وسيره وسلوكه النور الإلهي نور الهداية هذا نور وجه الله تبارك وتعالى ويوم القيامة هذا النور أيضا يكون معه موجود يسعى نورهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم خلاصة الآمر حتى يتضح هذا الآمر بشكل جيد أضرب لكم بعض الأمثلة النموذجية نماذج من أول عالم الخلقة نور وجه الله في أول عالم الخلقة وأتدرج لكم بسرعة بعض النماذج والأمثلة إلى يوم القيامة نماذج من نور وجه الله يوم القيامة حتى تعرف نحن من نسأل ربنا تبارك وتعالى بنور وجهه شوف هذا النور الوجه إجقد مهم عند الله حتى نسأله حتى نسأله بها بهذا النور به جل وعلا التفت لي إلى مقدمة هناك في زياراتنا وفي أحاديثنا أن الله جل وعلا جعلهم أنوارا بعرشه محدقين النبي صلى الله عليه وآله قال خلقنا الله عز وجل فجعلنا بعرشه جعلنا أطراف العرش زين عرشه بهم جل وعلا زين بإثني عشر قبل أن يخلق آدم بإثني عشر ألف عام حتى لا تختلط الصير عدك قوة ميزان فقهي في فهم الحديث تفهم الأحاديث بشكل جيد ده يتحدث عن عالم ثاني مده يتحدث عن عالم الخلق الأول يتحدث عن عالم الخلق الثاني أو الثالث تقدر تحسب مو مشكلة في العدد ولكن يقول قبل أن يخلق آدم بإثني عشر ألف عام الأحاديث في هذا مختلفة العدد عندنا في بعض الأحاديث قبل أن يخلق آدم بألفي عام أربعة آلاف عام عشرة آلاف عام اثني عشر ألف عام كم مرة خلقهم؟ كم مرة خلقهم؟ أربعة عشر ألف عام أربعة وعشرين ألف عام وعدد آخر ذكره العلام المجلسي رحمه الله في جزء ستة وعشرين من البحار في أول جزء ستة وعشرين في جزء خمسة وعشرين ذكر مية واربعة وعشرين ألف عام قبل آدم وفي ستة وعشرين ذكر أربعة ومئة وعشرين ألف عام هذا من حيث الأعداد الموجودة هاي الأعداد ماكو عوالم بيها ناس حتى تكون محسوبة كل منها يمكن أن يكون على تقدير على تقدير عالم النور على تقدير سنين في القمر على تقدير سنين الأرض على يمكن على تقدير سنين الكواكب الأخرى يمكن أن تكون مختلفة كلها صحيحة مختلفة على عدد سنين ما ندري الملاك ما هو لكن نعلم الملاك مواحد لأنها لو كانت سنين الأرض ما صيرت نينو أربعة وعشرة وخمسطعش وثلاثين وغيرها فنعلم أن ملاك السنين يختلف إن حلت هاي المشكلة ملاك السنين اللي يذكروها من يدري حقيقتها شنو هذا واحد ثانيا قال أن الله عز وجل لما خلقهم في هذا العالم جعلهم بالعرش محدقين جعلهم زينة لعرشه التفت زين هل خلقهم الله بعد العرش أو قبل العرش قبل حسنتم ها هذا مو عالم الخلق الأول أنا راح أضرب لك أمثلة من عالم الخلق الأول والأحاديث من عالم الخلق الأول تشوفها حديث أنس ينقله الشيخ الطوسي رحمه الله يقول أنس خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله لما كان يصلي الفاجر وبعد صلاة الفاجر يذكر بعض التعقيبات كان يطل بوجهه الشريف على الناس اللي عنده سؤال سئلة وربما قال لهم هل من مبشرات أحد يقدر يبشرنا بشارة والظاهر المقصود بذلك المنامات الصادقة كان يسأل عن المنامات الصادقة يسميها مبشرات طيب يقول أنس أطل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد صلاة الفاجر بوجهه الكريم جلس فأتيت اقترب فقلت يا رسول الله هل لا بيّنت ممكن تبيّننا من المقصود بهذه الآية المقصود بهذه الآية من ذول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رسول الله يمكن تبيّن مصداقهم من ذول اللي الله سبحانه وتعالى يريد ينعم عليه في الآخرة يجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من ذول وكان العباس من العباس عم النبي صلى الله عليه وآله هذا ذكرت لكم يا الحديث جالسا في زاوية من زوايا المسجد قاعد يسمع هو هو يعني بالنتيجة والده منه حباس أبو منه عبد المطلب سيد قريش يعني شخصية هو قاعد فالنبي صلى الله عليه وآله ليشرح علما للقاعدين وللسائل السائل منه أنس ليسأل عن هاي الآية قال أما النبيون فأنا وأما الصديقون فأخي علي وأما الشهداء فعمي حمزة وأما الصالحون ففاطمة وابناها الحسن والحسن قلت لك شنو العباس قام فوثب قاعد ركبه ونوس قال يا رسول الله أنا مو عمك بس حمزة عمك شنو علي ابن أبي طالب فمو عمك ابن عمك يا صير أنا عمكم يا رسول الله ألست أنا وأنت وحمزة وعلي من نبعة واحدة من شجرة واحدة من نبعة عبد المطلب إحنا قال بلى وما وراء ذلك يا عم ش تريد الثبت تريد الثبت نفسك بالآية بالقوة تريد تشلب بالصالحين تعرف نفسك إت من الصالحين ولا إت من الصديقين تعرف نفسك إت من الشهداء يعني إت من النبي تعاد وين أخليك يا عم يا الله يخليك وين أخليك من هالآية هاي منا منا دورنا فد تبصره فد لزقه فد فيه نلزق بيكم قال يا عم اعلم يا عم ها الحديث منا رح يمدي يسأ التفت زين الحديث الردناه منا رح يبدأ قال اعلم يا عم أنا ما جبت اسم هؤلاء بوترة خلي الحمزة على صفحة مسلول الباقين خلي أشرح لك عنهم اعلم يا عم أن الله عز وجل خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق شيئا بعد كل شي ما خالق ماك لا عرش لا فرش لا سماء لا طارق لا أرض ولا ثرى ولا ثرية كل شي ماكها خلقنا الله عز وجل فديوم النبي صلى الله عليه وآله كان يتكلم عن السيدة فاطمة عليها الصلاة والسلام وأن الله عز وجل خلقها قبل أن يخلق آدم وجعلها في درنوك من درانيك الجنة فالناس قالوا يا رسول الله داري أذكر لك فكرة الناس من يسمعون ذن الأحاديث قالوا يا رسول الله فما كان طعامها وشرابها إش كانت تأكل وتشرب ذاك اليوم يا با هي من نور قال التسبيح إذا نتكلم عن أهل البيت ما نتكلم عن أشخاصهم اللي بهذا العالم أشخاصهم بهذا العالم وحد له شؤونه وأشخاصهم في ذاك العالم أشخاص نورانية لهم شؤونهم في ذاك العالم كانوا يسبحون الله ويقدسونه فلما شاء الله عز وجل أن يخلق الخلق كل شيء ما كان رجعت لك وين حديث من لذا يجاوب أنس والعباس قاعد يسمع فقال فلما شاء الله عز وجل أن يخلق الخلق فتق نوري هاي العالم الثاني عالم خلق فتق الأنوار عالم الخلق الثاني عالم فتق الأنوار يسمى فتق نوري فخلق منه العرش فالعرش من نوري هاي عرش رب العالمين هذا عرش رب العالمين من نوره ليش قال لي أن الله خلقني من نور عظمته وإنت لما تقرأ الدعاء ورب العرش العظيم هذا رب العرش العظيم العرش عظيم صار منين جدت عظمته خلقني الله من نور عظمته شوف العشياء الواقعية قد مترابطة مترابط بعضها بالبعض الآخر فالعرش من نوري ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرش في نسخة ثانية ما رح أقرأ لك كلها أكفت كلمة نور في كل ذن المقاطع اللي رح نقراها موجودة احنا على النسخة هاي رح نقراها مو على نسخة الشيخ الطوسي مو النسخة الثانية هناك نسخة ثانية ما نقوله فنور العرش من نوري ونوري أفضل من نور العرش لا احنا نقراها النسخة الثانية فالعرش من نوري ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرش ثم ثتق نوري أخي علي فخلق منه الملائكة عالم الملكوت الملائكة كلهم من نوري علي فالملائكة من نوري علي ونور علي من نور الله ونور علي أفضل من الملائكة بس عرفت أكو ملك يقاس بعلي بن أبي طالب هي من شعاع نوره مخلوقة هو الآصل وهي الفارع ثم فتق نور ابنتي فاطمة فخلق منه السماوات والأرض فالسماوات والأرض من نور ابنتي فاطمة ونور ابنتي فاطمة من نور الله ونور ابنتي فاطمة أفضل من السماوات والأرض ثم فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر مو شمس قمر واحد جنس الشمس والقمر أجناس الشمس والقمر إن من وراء شمسكم لأربعين شمسا وإن من وراء قمركم لأربعين قمرا وإن من وراء أرضكم تسعاً وثلاثين أرضاً بيضاء إلى آخر ما ذكر في الآية أعداد تكثيرية أعداد الكثرة هذه مو يقصد بها نفس العدد للكثرة العلماء يقولون العدد ما إلى مفهوم على كل حال فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن ونور الحسن من نور الله ونور ولدي الحسن أفضل ومن الشمس والقمر شوف هاي اشتستاهل القطعة الأخيرة اشتستاهل من قلبك وين راح تقع من قلبك الحسين شنو صار وين صار عالم الخلود وين عالم النعيم وين كل نعيمك كل خلودك إن شاء الله شوف منين راح يكون ثم فتق نور ولدي الحسين فخلق منه الجنة والحور العين فالجنة والحور العين من نور ولدي الحسين ونور الحسين من نور الله ونور ولدي الحسين أفضل من الجنة والحور العين اللهم صلى الله اسمعت زين هاي سلسلة فتق الأنوار سلسلة العالم الأول خلق العالم الأول كل هدى تشوف كلمة النور فيها مخلوط كل هدى تشوف كل هدى نور هذا نور الله هذا نور وجه الله هذا النور الإلهي هذا طيب هذا العالم الأول بعد ما صار العالم الأول وتشكل تشكل عالم الوجود الظاهر وانتظم هذا النور أنزله الله فجعله في العرش باعتبار العرش أعظم سلطان وأعظم مكان وأعظم نور لأنه من نور النبي صلى الله عليه وآله هذا واحد أقرأ لك عديد ثاني لا ترتاح لماذا ترتاح للأحاديث قلبك ده يحب هاي الأحاديث ولا لا تسمعها زيان هاي تزيدك معرفة تخليك تشوف أهل البيت في عالم الخلق الأول شنو كانوا شنو دورهم محمد بن سنان يقول هذا الحديث في الكافي الشريف يقول دخلت على أبي جعفر الإمام الجواد صلى الله عليه فذكرت له اختلاف الشيعة الشيعة الشي تكلمون الشي تحدثون عن الإمامة وكذا وأهل البيت صلى الله عليه ويصورون أنه كل راح يفتهمون شي الإمام الطاقة عاعدة الطاقة كلام قال له إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته وفي نسخة بالوحدانية أو بوحدانيته لم يزل إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته يعني كان الله ولم يكن معه شي ولم يكن شي كان الله ولم يكن شي ثم خلق هس هس هذا التفت المحتوى مالت غير ذاك هاي ثلاث أسمان ثم خلق الأنوار الشريفة خلق محمدا وعليا وفاطم صلوات الله عليهم من الثلاث بها فمكثوا ألف دهر دهور منين جد وماكوا لا سماء ولا شمس ولا قمر ولا حركة متحرك ماكوا شي ماكوا ما ندري فمكثوا دهور تقريبية لو حسبوها لكانت والدهر من أول الدنيا إلى آخر الدنيا هو دهر فمكثوا ألف دهر وفي نسخة فمكثوا ألف ألف دهر يو ألف دهر يو مليون دهر من يدري الله الحب يسبحون الله عز وجل يحمدون الله عز وجل يكبرون الله عز وجل يهللون الله عز وجل ماكوا خيره ثم شاء الله أن يخلق الأشياء فخلق الأشياء خليك افتهم المعنى زي فأشهدهم مو أشهدهم وهم في هذا العالم أول ما خلقهم إفذاك عالم النور أشهدهم لما شاء الله أن يخلق الأشياء فأشهدهم خلقها في القرآن الكريم يذم قوما من المنافقين ويقول عنهم ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا يذمهم فأكو آخرين أشهدهم فأشهدهم خلقها وفوضت بل وأجرى طاعتهم عليها على هذه الخلاعق والمخلوقات أمر المخلوقات كلها طاعتهم طيحهم رغم إشارتهم رغم أمرهم جاءوا جماعة إلى النبي صلى الله عليه وعليه قالوا يا رسول الله احنا اجينا شوية للطريق دع نجي بس أرجوك أطينا بعض المعاجز بعض الأشياء حتى شوية تقوى نفوسنا وإيماننا حتى بعد نقطعها قطعة واحدة ونجيك اشتردهم أبوين قالوا فت كرامة معجزة فاطلبوا قل لتلك الشجرة أن تأتي يا رسول الله خلي هاي الشجرة تيجي فقال لها أقبلي شجرة كبيرة فأقبلت وهي تخد الأرض خدا تحفر القاع تمشي أجرى طاعتهم عليها هل الخلائق أجرى طاعتهم الخلائق طيعهم من الشجر والحجر يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوم 27 من رجب اللي هو شي سموا يوم المبعث لما نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله نزل جبرائيل من الغار تيروح للبيت نزل بطريقة فما مر بحجر ولا مدر ولا شجر إلا وقال السلام عليك يا رسول الله رفج وفي رواية ثانية فما مر بحجر ولا شجر إلا وسجد له سجدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وأبو داود في سننه ينقل كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله الله عليه وآله إذ جاء بعير سجد لرسول الله فقال عمر أنا سجد لك يا رسول الله كما سجد البعير يا رسول الله لم نصير قل من البعران نسجد لك قال سجد لله أولا أنتم بعدين تدورون علي يتدوني سجدوني سجدوا لله أنتم الغرض نرجع على حديثنا زين حس حديث محمد بن سنان ما نسيته أشهدهم خلقها أجرى طاعتهم عليها فوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا إن يشاء الله ليربع لك فدوكتلة تصور أنه من عندي أنفسهم يتكلمون من هوى أنفسهم يحجون يحللون يحرمون وما يشاءون إلا إن يشاء الله هم نور الله هم إرادة الله هم مظهر ما يريد الله عز وجل هذا الحديث الثاني اللي يتحدثن عن نور الله نورهم هم نور الله نور الله لما ظهر في الخلق ظهر بشكل أنوارهم الشريفة يا أيها النبي لأنه ما عندي وقت أريد أقتطف لك بسرعة وأريد أخلص هذا البحث يا أيها النبي إننا أرسلناك أقرأ ويايا شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه ما ليش أغلب ذني وسراجا منيرا منير يعني شنو يعني يطي نور منير الله يقول هذا النبي إحنا أرسلناه دا يطيكم نور 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 هذا نور والنور الذي أنزلنا هذا النور الذي أنزلنا معه مع الكتاب هذا نور الله لاحظت فلذا أنت شي تقول أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامعة والأرحام المطهرة خلص إذا بعد شفت وجودهم الشريف أول ما ابتدأ به الله نور عظمته نور وجهه الكريم في السماء هم نور في العارش هم نور ألقى هذا النور هذا ابن أبن 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 الحديد يقول هذا هو النور الذي عذباته في جبهة آدم تتقلع هذا هو النور ذاك انتقل لآدم طيب الآن بس أنقل لك بعض الصور عن مظاهر نور الله ومظاهر وجه الله في الآخرة أمال برزة وغيرة وكذا أخليك هل سلتفت لي زين يوم القيامة يأتي رضوان ويأتي خازن مالك خازن النيران يقدمون مفاتيح الجنة والنار لرسول الله صلى الله عليه وآله ويقدمها رسول الله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فهو قسيم الجنة والنار وهذا حديث متفق عليه أن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب قسيم الجنة والنار طيب فيأتي أمير المؤمنين يراها النار تريد تنفجر تكاد تميز يعني تنقطع تكاد تميز من الغيظ كأنه تريد تتقطع النار يقترب منها تهدأ اقترب منها راح الشرار اقترب منها على شفيرها سكنت هدأ انطفت قالت جز يا علي تتكلم تتكلم يوم تتكلم الله شي يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل منت عكسين عام جاء انطقنا الله الذي انطق كل شي يتكلم كل شي يتكلم قال جز يا علي جز يعني جز روحك ميشي يعني جز يا علي فان نورك اطفأ لهبي يا علي انا نار طبعي اعترق طبعي هياج انت اجيت اطفأتني يا علي نورك هذا نور وجه الله نور وجه الله هذا بعض الناس من المخالفين حاولوا يصطنعون احاديث حتى هاي الفضيلة يخفوها قالوا اذا جاء المؤمن اذا جاء المؤمن الى جهنم تقول له يا مؤمن جز شوف شوف التقارب في الصناعة يا مؤمن جز فان نورك اطفأ لهبي اطلع يا مؤمن الالباني اللي هو من اكابر العلماء المعاصرين والمحققين في احاديثهم يقول هذا الحديث في سلسلة الموضوعات هذا الحديث من سلسلة الموضوعات هذا شذب هذا هذا جابه حتى يخفون فضيلة امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإن منكم إلا واردها كان حتما على كان على ربك حتما مقضيها هذا كل لازم يعبرون قلتوا انتم مولاي شلون مولاي انتم شلون تعبرون جهنم انتم شلون هاي لهب قال جزناها وهي خامدة احنا ردنا نعبر انطفت احنا ردنا نعبرها انطفت راحت لما عبرنا اشتغلت اهل البيت نورهم نور الله عز وجل هاي الانوار القاهرة هاي الانوار اللي يعبر عنها الفلاسفة الانوار 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 الاسبه بودية هاي اللي تقهر كل شيء الذي قال جبرايل لو دنوت انم للا احترقت يا رسول الله هاي انوار شديدة هاي احنا ما نقدر نتقرب لانا جبرايل لو ادنوا انم للا احترق هم نور الله نور وجه الله صلوات الله عليهم خلي بعد انقلك من الاخرة منظر العلامة المجلسي في جزء 43 صفحة 75 عن الحافظ الديلمي ينقل الحافظ لا يقال له هذا اصطلاح في علم الحديث الشخص ما يسموه حافظ حتى يحفظ مئة الف حديث فما زاد اللي يحفظ مئة الف حديث فما زاد يسموه حافظ هذا الحافظ الديلمي يحافظ مئة الف من جملة احاديثه هذا واحد منه شوف ذلك ما موجودات من طرقنا شوف إش قد استطاعوا أن يخمدوا أحاديث أهل البي شوف إش قد فلتت منهم شوف إش قد فلتت هذا واحد من لي فلت اللي إجانا الحافظ الديلمي يقول ينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله عن الآخرة يقول إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وأهل الجنة يتنعمون فيها فإذا هم يرون نورا تنبهر عقولهم أهل الجنة اللي عقائدهم صحيحة يحجون فدح شاية ما الواحد معقيدة صحيحة شلون شنو صار يرون نورا ينبهرون من النور قالوا هل طلع علينا ربنا لنراه شنو هالجمال والكمال والجلال هذا هل طلع علينا ربنا يا أبي قالوا كيفكم تأتون هالعجاية لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار فيقول لهم رغوان يجيبهم ملك الله المسؤول الكبير يجيب تساؤلاتهم قال هذا الله أكبر اسمع زين حتى تعرف نور وجهك نور وجه الله وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء حتى تعرف الأصداق رغوان شي يقولهم هذا نور رباعية أو ثنايا أو رباعية ذن الأسنان الأرعامية هاي النور رباعية فاطمة إذ ابتسمت لعلي اللهم صلى علىكم ما بيكم ما تسوون صلوات الله يخليكم اللهم صلى علىكم لك لك لكما لم يصل هذا الحديث جبت لكم من الآخرة حتى تشوفون عظمة الله أين تجلت عظمة الله كيف تجلت تجلت في فاطمة وجود فاطمة ما هو هذا أسنانها هذا نور رباعيتها نور سناياها خب الأهل الجنة خلاهم هالصورة يعجون ويتكلمون هذا الكلام الظاهرة تهم حقكم انبهرته حتى تفكرون شون الصدقون بالحديث هذا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا نور يا قدوس بعد ما أقدر حتى أكمل العبارة يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين نداء نداء بعد هذه يطلب يقول يا نور يا قدوس نور هذا النور الذي تحدثنا عنه قدوس غاية الطهارة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة إلى البيت ويطهركم تطهيرا غاية الطهارة نور قدوس ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها هذا دعاء نداء نداء بالأسماء الحسنى يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين أول الأولين بلا أولية وآخر الأخرين بلا آخرية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قل لا أول فيها نهاية وحد النور من أسماء الله تبارك وتعالى الذي يردده كثيرا يكتسب على نورانية لوجهه وعقله وقلبه وروحه وبرزخه وآخرته يصير من الذين قال ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم العدد كذا كثير من الروايات ماكو أعداد نعم بعض الروايات أكفت شيء من العدد الاستغفار مئة مرة لا إله إلا الله والملك والحق والمبين مئة مرة استغفار أربع مئة مرة موجود استغفار سبعين مرة موجود بعض الأشياء عشر مرات موجودة الأشياء اللي فيها ذكر وقيدنا أهل البيت بعدد معين لا بس إذا ماكو عدد معين أهل التجارب يجيبون بعض الأعداد يقول مثلا السلام يا سلام قلها مئة واحد وثلاثين مرة قدوس مئة وسبعين مرة مثلا نور مئتين وستة وخمسين لاحظت وهكذا هاي الأعداد عدد الحروف عدد الحروف الأبجدية إذا وردت هذه الأعداد في الروايات تصير مستحق إذا ما وردت في الروايات من باب الذكر المطلق ومن باب إذا عدد كبير من باب واذكر الله ذكرا كثيرا فالنبي صلى الله عليه وآله يقول إن لله أربعة آلاف اسم ألف أخفاها لنفسي وألف بيّنها للملائكة وألف بيّنها للملائكة والنبيين وألف بيّنها للملائكة والنبيين والناس إحنا نقرأ دعاء الجوش نشوف ما شاء الله فيه أسماء من أسماء الله الكثيرة ما يقارب الألف يعني فيها تكرار بعضها مكررة وإذا تقرأ دعاء يستشير وإذا تقرأ دعاء المشلول وغيره تصل إلى تقريبا الألف نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافات في الدين والدنيا والآخرة اللهم عجّل لوليّك الفرج اللهم عجّل لوليّك الفرج اللهم عجّل لوليّك الفرج والنصر والعافية وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الله